تسطر مملكة البحرين قصة نجاح ملهمة في مجال علوم الفضاء حيث تسير بخطة ثابتة نحو الريادة في هذا المجال بفضل الدعم الحكومي المتواصل وشغف الشباب المبدع كما ورسمت المملكة معالم واضحة لطريقها نحو المستقبل لتحتل مكانة بارزة دوليا في مجال علوم الفضاء تخطو مملكة البحرين خطوات المجال ثابتة نحو الريادة في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء وذلك من خلال الجهود المميزة التي تبذلها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مما مكنها من أن تكون النموذجا مشرفا على ما تشهده المملكة من تطور وحرص على تمكين شبابها من العلوم المتقدمة وأصبح لها دورا بارزا وفعالا في إبراز القدرات والإمكانيات الوطنية الشابة لوضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء ولعل من أبرز إنجازات الهيئة هي إطلاق أول قمر صناعي بحريني عام 2021 صممه وطوره فريق من الشباب البحريني وإنشاء مختبر الأقمار الصناعية في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وإنشاء مختبرا لمعالجة بيانات الفضاء وصور الأقمار الصناعية وتمكن فريق من الهيئة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة التلقائية لجميع أشجار النخيل الموجودة على أرض مملكة البحرين وغيرها الكثير من الإنجازات وجاء آخرها فوز مهندسة الفضاء البحرينية الشابة عائشة الحرم بأكبر جائزة عالمية مخصصة لفئة الشباب في قطاع الفضاء قادة الفضاء الشباب والتي ينظمها الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية حيث يعد هذا الفوز هو الأول بحرينيا وعربيا في تاريخ المسابقة الذي يمتد إلى ما يقارب 12 عاما جميع هذه الإنجازات التي سطرتها مملكة البحرين تعد حكاية ملهمة لتحقيق أهداف مملكة البحرين في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء وتضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء والمساهمة في الجهود الدولية لتسخير علوم الفضاء وتطبيقاتها في خدمة الإنسانية